لم تكن الأمانة قاصرة في فهم الأوائل على مجرد أداء الأموال والوفاء بالعهود فقط بل كانت أوسع من ذلك بكثير بل كانت تسع المشارق والمغارب فالأمانة لها مفهوم أعم وأشمل من المفهوم الضيق اللي هو مجرد إنسان يأخذ مالا ثم يرده هذا نعم من الأمانة وهذا مطلوب وهذا شيء جميل ومهم جدا جدا لكن الأمانة لها مفهوم أعم وأشمل كما عرفها أهل العلم وقالوا هو كل شيء لزمك أداؤه وحفظه كل حاجة حضرتك مطالب بأدائها وحفظها تعد من الأمانة يعني شوف كم باب يدخل فيه هذا التعريف كل شيء لزمك أن تؤديه وأن تحفظه على ما هو عليه هذا داخل في الأمانة هذا داخل في الأمانة ولذلك الأمانة أول ما نقول أن الأمانة إن الأمانة هي شجرة التوحيد الوافرة وثمرة الإيمان اليافعة الأمانة هذه هي شجرة التوحيد إنسان إذا كان عنده أمانة أمانة العقيدة العقيدة الصلاة الزكاء الحج كل ما أمر به من عبادات هذه أمانة كذلك سنرى المعاملات كذلك سنرى هذا اللسان الذي أورد الناس الموارد وأهلكهم المهالك وتسبب في أن يكب الناس في النار على وجوههم بسبب هذا اللسان فالعقيدة أمانة كما قال الله سبحانه وتعالى ولو أن بالنسبة لأول شيء يقال أن الأمانة أن تكون إنسان يعتقد اعتقادا صحيحا كما أمر الله عز وجل وكما أمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما قال الله سبحانه وتعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور إذن أخوانا عشان تمكن عشان يبقى لك مكان ويكون لك ذكر في الأمم وبين الناس وفي المجتمعات لا بد أن تنظر كيف رفع الأولون وكيف سادوا وكيف قادوا وكيف كانوا كبارا رضي الله تعالى عنهم كما قال الله عز وجل بغير هذه الرتب لن تقوم للأمة قائمة لن تقوم للأمة قائمة الذين إن مكناهم في الأرض لو مكناهم في الأرض ماذا يفعلون يقيموا الصلاة ويأتوا الزكاة الذين يمكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر أربع أشياء لابد أربعة أشياء لابد أن يعتبرها المرء من أساسيات وأبجديات حياتي إذا أراد أن يقف على الأرض الصلبة كما نقول كذلك الصلاة التي بين أيدينا الآن الصلاة أمانة ولذلك من ضيع الصلاة فهو لما سواها أضيع الصلاة إذا وجدت إنسانا لا يصلي فاعلم أنه مفرط فيما بقي من الدين ما فيش حد يدحك عليك ويقولك أصلا قلبي أبيض وقلبي سليم وبحب ربنا وبخاف من ربنا وانت لو ألبك أبيض وألبك سليم وبتحب ربنا وبتخاف من ربنا لابد أن أنت تنفذ كلام الله سبحانه وتعالى لابد أن تنفذ أوامر الله سبحانه وتعالى وأقيم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا الذين هم على صلاتهم يحافظون الذين هم على صلاتهم دائمون يا صاحب القلب السليم أقلبك أسلم أو سليم عن قلب النبي عليه الصلاة والسلام قلبك أسلم من قلب النبي عليه الصلاة والسلام الجواب لا الجواب لا وانظر النبي عليه السلام كيف كان يحافظ على الصلاة لدرجة أن آخر عهد النبي عليه السلام بالدنيا كان ينظر على الناس وهم يصلوا لما كان يتهاجى بين عباس وبين علي وما كان رجلاه تستطيع أن تحمله عليه الصلاة والسلام فكان يخرج فكشف الحجاب وكشف الستارة ثم نظر إلى الناس وهم يصلون ثم رفع رأسه إلى السماء كان يحمد الله سبحانه وتعالى وكان هذا كان آخر عهد بالدنيا مع النبي عليه السلام بينه وبين الأمة الرسول عليه السلام الذي أوصى وحذر من ترك الصلاة وإما إلى ذلك والحديث وليات في هذه طويلة وطويلة جدا فالصلاة من ضيعه ولما سواها أضيعا كنت صاحب قلب سليم فلا بد أن تسجد بين يدي الله سبحانه وتعالى أن تؤدي فرائض الله سبحانه وتعالى وعلم أنه لن يبارك لك في حياتك ولا في أولادك ولا في مال ولا في رزق ولا في راحة نفسية ولا في حياة طيبة إلا إذا كانت من خلال اتباعك لأوامر الله سبحانه وتعالى وأولى هذه الأمور اتباعا أن تصلي الصلاة التي كتبها الله سبحانه وتعالى عليك فالصلاة أمانة من ضيعها فهو لما سواها أضيع وكما ذكر ذلك أيضا عند البخاري رحمه الله تعالى عن الزهري ذكره البخاري في كتاب موقيت الصلاة في باب من ضيع الصلاة قال الزهري رحمه الله تعالى دخلت على أنس ابن مالك رضي الله عنه وهو يبكي دخلت على أنس بدمشق وهو يبكي فخلت له ما يبكيك يا أبا حمزة ما الذي يبكيك يا أبا حمزة قال أنس رضي الله عنه وقد عاش أنس يعني عمرا طويلا حوالي مئة سنة أو يزيد قال ما أدركت ما أعرف مما أدركت إلا الصلاة يعني أنا كلما أنظر في نحية من نواحي الحياة المجتمع كل حاجة تغيرت ما كنت أعرف شيئا من هذه الأشياء التي حولي إلا الصلاة طب بعدين وهذه الصلاة قد ضيعت وهذه الصلاة قد ضيعت كمان يعني لا أعرف إلا الصلاة وهذه الصلاة قد ضيعت وهذا الذي أبكى أنس رضي الله عنه بسبب تضيع الناس لصلاتهم